اسبانيا اشترت هذا ثلاثاء سندات للدين قصيرة الأمد بقيمة 4 مليارات يورو بفوائد أعلى من الفوائد التي سجلتها في التبادل الأخير الشهر الماضي معدل الفوائد على سندات الدين لأجل ثلاثة أشهر بلغ 1.20% بعد أن كان 0.94% الارتفاع يعود إلى قلق المستثمرين نتيجة الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تقليص الإنفاق العام وامتناعها عن طلب حزمة إنقاذ عالمية لكن مصرف باركليز توقع أن تطالب الحكومة بحزمة إنقاذ في التاسع عشر من الشهر المقبل إثر أعلانها لإصلاحات هيكلية جديدة